بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله طلابي وطالباتي أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد من مادتنا أحياء 2-3 لازمنا في الدروس المتعلقة بالانقسام المنصف لعلنا في درسنا الماضي اتفقنا بأن الصفة الوراثية هي كل خاصية مثل لون الشعر أو لون العيون أو الطول وهذه الصفات الوراثية تتواجد بها التعليمات أو توجد التعليمات بكل صفة وراثية على الكروموسيومات الموجودة داخل النوى ويترتب هذا الديني في قطع تسمى الجينات أظهرنا هذه الصورة في درسنا الماضي نلاحظ هذا الترتيب لهذه الأجزاء هنا في الجزء الأول تظهر معنا هذه الخلية ثم يظهر هذه النوى ثم بعد ذلك نشاهد هذه الكروموسيومات المتواجدة داخل النوى هذا الكروموسيوم عبارة عن مادة وراثية عبارة عن ديني هذا الديني مكون من قطع من أجزاء نسميها الجينات هذه الجينات هي المسؤولة عن هذه الصفات الوراثية أيضا خلال درسنا الماضي كنا متفقين بأن هناك خلايا وحادية الكروموسيوم وثنائية الكروموسيوم وذكرنا بأن جميع الخلايا الموجودة في الجسم نسميها الخلايا الجسمية عندما نسمع لفظ خلايا جسمية مباشرة نذكر أن بها العدد الكامل من الكروموسيومات بمعنى 46 كروموسيوم نعبر عنها بطريقة أخرى ثنائية الكروموسيوم نرمز لها بالرمز تو أن لا يوجد خلايا في الإنسان تملك نصف العدد وحادية الكروموسيوم نرمز لها بالرمز أن سوى الأمشاج إما الحيوان المنوي أو البويضة هذه الخلايا هذه الأمشاج هي الوحيدة التي تكون وحادية المجموعة الكروموسيومية إذن الأمشاج الأمشاج الأحادية تملك نصف العدد الثلاثة وعشرين وعندما تحدث عملية الإخصاب يتحدى المسيج المذكر مع المؤنث فتنتج لنا الخلايا الثنائية الكروموسيوم التي تحوي العدد الكامل وهو 46 كروموسيوم ومثل ما ذكرنا هذه اللاقحة سوف تنمو إلى ذكر أو أنثى بمشيئة الله سبحانه وتعالى نتذكر سوينا الفكرة الرئيسة التي ظهرت معنا في بداية هذا الدرس اتفقنا بأنه ينتج عن الانقسام المنصف أمشاج أحادية المجموعة الكروموسيومية كذلك كنا متفقين بأن نحقق مجموعة من الأهداف أولاها أن تفسر وتفسري سبب نقص عدد الكروموسومات الذي يحدث في الانقسام المنصف أن تميز وتميزي وتلخص وتلخصي مراحل الانقسام المنصف أن تحل وتحلل أهمية الانقسام المنصف في التنوع الوراثي المرحلة الأولى من الانكسام المنصف إذن قبل أن أبدأ في الانكسام المنصف دعونا نتذكر الانكسام المتساوي في الانكسام المتساوي ذكرنا يحدث الطور البين ثم الانكسام المتساوي ثم انكسام السيتوب لازم تعرفنا على هذه الأطوار طور طور بتفصيل كامل ولكن كنا نتكلم بأن هناك كروموسومات أسميناها الكروموسومات المتضاعفة كيف ظهرت هذه الكروموسومات المتضاعفة؟ كانت تظهر على شكل حرف X فذكرنا أنه واحد من هذا الـ X نسميه كروموسوم مفرد أو نسميه كروماتيد مفرد إذن الكروموسومات التي ظهرت على شكل X هي عبارة عن كروموسومات متضاعفة لابد أن نفهم هذه الفكرة حتى نفهم الانقسام المنصف في الانقسام المنصف تتكون الأمشاج في أثناء عملية الانقسام المنصف وهو نوع من أنواع الانقسام الخلوي الذي يختز العدد الكروموسومات إذن في الانقسام المنصف أو الأمشاج تتكون من خلال عملية الانقسام المنصف في الانقسام المنصف سوف يختز العدد الكروموسومات كيف يعني يختز العدد الكروموسومات؟ بيعني أن الخلية التي كانت عددها 46 سوف يكون في نهاية هذا الانتهام من هذا الانقسام المنصف تحمل نصف العدد سوف تحمل 23 كروموسوم فقط يحافظ الانقسام المتساوي على عدد الكروموسومات بينما يختز الانقسام المنصف عدد الكروموسومات إلى النص بانفصال هذه الكروموسومات المتماثلة ومثل ما يظهر معنا هذه الصورة تلخص ما يحدث في المرحلتين لهذا الانقسام المنصف يحدث الانقسام المنصف خلال مرحلتين ولعل هذا أهم ما يميز هذا الانقسام المنصف تتذكرون في الانقسام المتساوي كل هذه العملية كانت تحدث خلال مرحلة واحدة الطورة البيني براحلها الثلاثة الجي وان والاس والجي تو ثم اندقلنا الانقسام المتساوي الطورة البيني التمهيدي الاستوائي الانفصالي النهاي وانتهينا بانقسام السيتوبلازر ولكن هنا في الانقسام المنصف سوف يحدث هناك مرحلتين خلال هذا الانقسام سوف نشاهد بعد الانتهاء من المرحلة الأولى تبدأ هذه الخلية تستعد تتحضر للانقسام الثاني في الطورة البيني في أولى مراحل الانقسام المنصف أو المرحلة الأولى من الانقسام المنصف تمر الخلايا في الطور البيني في أثناء الانقسام المنصف أهم المزايا التي تظهر في هذا الطور البيني يتضاعف الديني كذلك يتم بناء البروتينات ولعل هذه الصورة أظهرها لنا الكتاب أيضا نلاحظ لا زالت النواة متواجدة لا زال الغلاف هذا النواة متواجدة إذن في الطور البيني ما الذي حدث يتضاعف الديني نحن جميعا تعلمنا أنه في مرحلة الاس أو مرحلة تضاعف الديني تتم خلال الطور البيني ثم يبدأ هذا الانقسام المنصف وهو عبارة عن أربع مراحل الطور التمهيدي الأول أو في الانقسام المنصف الأول الطور التمهيدي الأول، الطور الاستوائي الأول، الطور الانفصالي الأول والطور النهائي الأول إذن عندما نتكلم عن دورة الخلية فيما يتعلق بالانقسام المنصف يظهر معنا في البداية الطور البيني ثم يأتي الانقسام المتساوي في مراحل الانقسام المنصف في الانقسام المتساوي هناك أربع مراحل الطور التمهيدي ثم الطور الاستوائي فالطور الانفصالي فالطور النهائي لكن نسميها بتعبير آخر الطور التمهيد الأول الطور الاستوائي الأول الطور الانفصالي الأول والطور النهائي الأول لأنه سوف تحدث أطوار ثانية في الطور التمهيد الأول تصبح الكروموسومات المتضاعفة واضحة تحوي هذه الكروموسومات الكروماتيدات الشقيقة إذن سوف يحدث تضاعف لهذه الكروموسومات أيضا مثل ما نلاحظ بدأت هذه الكروموسومات تكون واضحة قبل قليل قبل أن نبدأ في عملية الانقسام كنا نشاهد في الطور البيني وجود الغلاف النووي لم تظهر هذه الكروموسومات هنا أصبحت هذه الكروموسومات المتضاعفة واضحة كذلك هذه الكروموسومات تحتوي كروماتيدات شقيقة يبدأ تكوين الأزواج من الكروموسومات عبر عملية تسمى التصالب أو التشابك إذن هنا في الطور التمهيدي هناك خطوة مختلفة أمر مختلف هذا كروموسوم متضاعف وهذا كروموسوم متضاعف ولكن سوف تحدث عملية نسميها عملية التصالب عملية التشابك سوف يلتقي هؤلاء الكروموسومين مع بعضهم البعض تحدث بينهم عملية التشابك عملية التصالب سوف نشاهد مجموعة من الجينات تنتقل من الكروموسوم الأب أو الأزواج المتعلقة بالأب إلى الكروموسومات المتماثلة للأم ومن الكروموسومات المتماثلة في الأم إلى الكروموسومات المتماثلة في الأب فيرتبط كل كروموسومين متماثلين على امتداد طولهما ويحدث تبادل بين أجزاء الكروموسومات نسمي هذه العملية بعملية العبور إذن أبرز أهم صفات السمات في الطور التمهيدي الأول وحدوث عملية التصالب حدوث عملية التشابك ما هي عملية التشابك؟ هي ارتباط كل كروموسومين المتماثلين هنا يظهر معنا كروموسوم للأم مماثل لكروموسوم الأب يحدث بينهم تصالب يحدث بينهم تشابك سوف ينتج عن عملية نسميها عملية العبور ماذا يحدث في عملية العبور؟ يحدث تبادل بين أجزاء الكروموسومات هنا نشاهد بالبداية هنا التقى الكروموسومين المتماثلين ثم هنا حدثت عملية التصالب أو ما نسميها بعملية التشابك ما بين الكروموسومات المتماثلة نلاحظ هنا هنا انتقل قطعة من كروموسوم الأم إلى كروموسوم الأب هنا أيضا نشاهد قطعة من الأب انتقلت إلى كروموسوم الأم وهنا تأتي العملية والناتج النهاي نشاهد عملية عبور نشاهد عملية انتقال الصفات الوراثية عندما نركز في الانكسام المتساوي كانت الخلية في نهاية الأمر تعطي مادة وراثية مطابقة للخلية الأم التي كانت في بداية الانقسام ولكن هنا في الانقسام المنصف من أهم مزايا هذا الانقسام ووجود التنوع الوراثي عملية العبور عملية انتقال الجينات سوف تعطي فرصة لإنتاج أفراد جديدة سوف تعطي فرصة لانتقال أو ظهور صفات جديدة في عملية التصالب التقاء اثنين من الكروموسومات المتماثلة يتصالبهم في أحد المناطق ثم تنتقل مادة وراثية من الأم إلى الأب ومادة وراثية أو جينات من الأب إلى الأم هذه العملية نسميها عملية العبور حدثت عبر عملية التصالب أو التشابك هنا في صورة من خارج الكتاب لتبدو هذه الصورة واضحة بشكل أكبر لعلنا نتذكر هنا نشاهد أزواج متماثلة هناك زوج من الكروموسومات المتضاعفة التقوا مثل ما ذكرنا هذه الكروموسومات المتماثلة دائما الكروموسومات المتماثلة متساوية في الطول الكروموسومات المتماثلة تأملك نفس الموقع من السنترومير هذه أهم المزايا تكلمنا عنها في درسنا الماضي كذلك تتقابل نفس الصفات داخل هذه الكروموسومات هنا حدثت عملية التصالب حدثت عملية التشابك وهنا صورة مجهرية عندما نقرب الصورة نشاهد هذه الكروموسومات المتماثلة تتحد سويا في الطورة التمهيدية ومع نهاية الطورة التمهيدة الأول تنتقل المريكزات إلى الأقطاب وتتكون خيوط المغزل ترتبط بالكروماتيدات الشقيقة عن طريق السنترومير إذن هذه المريكزات نلاحظ بدأت تظهر بدأت هذه المريكزات تكون خيوط المغزل ثم سوف ترتبط مع هذه الكروموسومات من خلال ارتباطها بالكروماتيدات الشقيقة عن طريق السنترومير بعد الطورة التمهيدة الأول يظهر لنا الطورة الاستوائية الأول نلاحظ تصطف أزواج الكروموسومات المتماثلة عند خط الاستواء وعند خط استواء الخلية وفي الانقسام المتساوي إذن نذكر كانت الكروموسومات المتماثلة هي من تصطف ولكن هنا أهم فارق في هذا الطور بين نوعية الانقسام المتساوي والمنصف هو استفاف الأزواج من الكروموسومات المتماثلة إذن عندما نتذكر في الانقسام المتساوي كنا نشاهد كروموسوم متضاعف كروموسوم متضاعف أو كروموسوم متماثل كروموسوم متماثل ولكن هنا سوف نشاهد استفاف أزواج من الكروموسومات المتماثلة هذا الفارق أو أهم فارق ما بين الطور الاستوائي في الانكسام المنصف والطور الاستوائي في الانكسام المتساوي يأتي بعد ذلك الطور الانفصالي الأول يحدث هنا يتم سحب كل زوج كروموسومي بواسطة الخيوط المغزلية في اتجاه الأقطاب ويصبح عدد المجموعة الكروموسومية N بدلا من 2N إذن هنا نشاهد هذه الصورة المجهرية تم سحب هذه الكروموسومات إذن إذن نذكر في عملية الانفصال في الانكسام المتساوي كان لدينا كروموسوم متماثل عندما تم سحب هذا الكروموسوم تم سحب الكروماتيدات الشقيقة إذن كل الكروماتيد اتجاه إلى قطب الخلية ولكن هنا في هذه العملية نشاهد هناك كروموسومين متماثلين متقابلين تم سحب الكروموسوم الأول وسحب الكروموسوم الثاني بمعنى هنا كروموسوم متضاعف وهنا كروموسوم متضاعف ولكن الأمر المختلف هناك تنصيف لهذا العدد أصبحت كل جزء كل قطب من هذه الخلية يحوي نصف العدد ولا يحوي العدد كامل إذن أهم فارق هو في عملية الانفصال في الانقسام المتساوي كان الكروموسوم على شكل X عندما تم سحب هذا الكروموسوم بواسطة خيوط المغزل ما الذي انسحب؟ ما الذي اتجه إلى القطب؟ اتجهت الكروماتيدات الشقيقة إلى الأقطاب ولكن في الانقسام المنصف كان لدينا كروموسومين متماثلين فتم سحب كروموسوم إلى القطب الخلية والكروموسوم الآخر المتماثل إلى القطب الآخر هنا في هذه العملية حدث عملية تنصيف لأعداد الكروموسومات بدلا ما كانت تحمل 46 كروموسوم أصبح كل قطب من هذه الأقطاب يحمل نصف العدد من الكروموسومات ولكن كروموسومات متضاعفة كروموسومات متضاعفة في الطور النهاي الأول تصل الكروموسومات المتماثلة إلى أقطاب الخلية إذن مثل ما ذكرنا الذي وصل الكروموسومات المتماثلة وليست الكروماتيدات الشقيقة تصل هذه الكروموسومات المتماثلة إلى أقطاب الخلية كل قطب يحوي نصف العدد من الكروموسومات المتماثلة تتكون نواتان وتنقسم الخلية إلى خليتين بها نصف العدد مثل ما نشاهد لعلنا عندما بدأنا الانكسام نشاهد كان لدينا أربع من هذه الكروموسومات المتماثلة كل خلية الآن نشاهد كل قطب يحوي نصف العدد كل قطب به اثنين من الكروموسومات المتماثلة كعدد أظهر لنا الكتاب ولكن عندما نتكلم عن إنسان 23 كروموسوم و23 كروموسوم في الطور النهاي تحدث عملية انكسام السيتوبلازم إذن هنا بعد الانتهاء في الطور النهاي مباشرة سوف تحدث عملية انكسام السيتوبلازم وقد تمر الخلية بالطور البيني مرة أخرى قبل بدأ الانقسام الثاني أو تبدأ بالانقسام الثاني بشكل مباشر المرحلة الثانية من الانقسام المنصف في الطور البيني مثل ما ذكرنا هنا أمر مهم لا يحدث تضاعف للمادة الوراثية إذن عندما يحدث طور بيني لا يحدث تضاعف للمادة الوراثية إذن نذكر في بداية الأمر كان هناك تضاعف للمادة الوراثية ولكن بعد الانتهام للانقسام المنصف الأول نبدأ في الانقسام المنصف الثاني في هذا الطور البيني الذي يسبق عملية الانقسام لا يحدث تضاعف للمادة الوراثية ونحن متفقين أن الناتج النهاي من الانقسام المنصف الأول خليتين بها نصف العدد بها خلايا أحادية المجموعة الكروموسومية ولكن تملك كروموسومات متماثلة لا تملك كروماتيدات شقيقة تملك كروموسومات متماثلة تتكاثف الكروموسومات في الطور التمهيدي الثاني وتتكون الخيوط المغزلية وترتبط بالكروموسومات نلاحظ هنا باللون الأخضر بدأت تظهر هذه الأجسام المركزية هنا بدأت تتكون خيوط المغزل وتبدأ هذه الكروموسومات بالتكاثف تصطف الكروموسومات عشوائيا على خط استواء الخلية إذن هنا لنشاهد لا يظهر هناك ترتيب هذه الكروموسومات بدأت في الانقسام الاستوائي أو في الطور الاستوائي الثاني بالاستفاف عشوائيا على خط استواء كل خلية في الطور الانفصالي تنقسم السنتروميرات وتنفصل الكروماتيدات الشقيقة وتحرك إلى الأقطاب الخلية إذن في الطور الانفصالي الثاني يشبه الطور الانفصالي في الانقسام المتساوي من الذي انفصل؟ انفصلت هذه الكروماتيدات الشقيقة لماذا؟ لأن الذي اصطف قبل قليل عندما نتكلم هنا المصطف داخل هذه الخلايا هو عبارة عن كروموسوم متماثل صحيح أن الخلية بها نصف العدد من هذه الكروموسومات المتضاعف الكروموسوم المتماثل عبارة عن كروموسوم متضاعف نحن تكلمنا في الحصة الأولى أن حرف X ليس كروموسوم واحد هو كروموسوم متضاعف فعندما نتكلم عن كروماتيد شقيق هو يمثل كروموسوم مفرد يمثل كروموسوم مفرد فهنا في هذه المرحلة اصطفت هذه الكروموسومات المتماثلة فعندما تم سحب خيوط المغزل انتقل الجزء الأول أو الكطبة الأول الكروماتيدة الشقيق وفي الكطبة الثاني الكروماتيدة الشقيق الآخر فتنقسم السنتروميرات وتنفصل هذه الكروماتيدات الشقيقة وتتحرك إلى أقطاب الخلية في الطور النهائي يحيط الغلاف النووي بالكروموسومات وتتكون أربع أنوية وتتحل الخيوط المغزلية وتنقسم الخلايا إذن هنا نلاحظ أن الطور أو الناتج النهاي من الانكسام المنصف هو ظهور أربع خلايا في الانكسام المتساوي كان لدينا خليتين في الطور النهائي هنا الثاني يظهر لدينا أربع خلايا هي الناتج النهاي ولكن أيضا على مستوى الفارق هنا جميع الخلايا التي ظهرت وحادية المجموعة الكروموسومية بينما في الطور المتساوي كانت هذه الخلايا تملك نفس العدد 46 كروموسوم في كل خلية إذن يحيط الغلاف النووي بالكروموسومات نلاحظ هنا في الصورة في الأعلى بدأ هذا الغلاف النووي يحيط بهذه الكروموسومات تتكون أربع أنوية نلاحظه باللون الأحمر الداكن وجود أربع أنوية هنا في هذه الصورة بدأت تتواجد هذه الأنوية كذلك تتحلل خيوط المغزل تبدأ تبتعد هذه الخيوط المغزلية وتنقسم الخلية هنا في الكتاب لخص لنا ما تم حدوثه داخل هذا الانقسام المنصف باختصار يبدأ بالطور البيني ثم في الطور التمهيدي الأول ولكن ذكرنا هناك ميزة التي تواجد هنا في الطور التمهيدي كان هناك أزواج من الكروموسومات ليس كروموسوم متضاعف هناك أزواج زوجان من الكروموسومات المتماثلة تتقابل وتحدث عملية التصالب والعبور الجيني ثم تصطف هذه الكروموسومات مثل ما ذكرنا الكروموسومات المتماثلة خلال خط الاستواء ومرحلة الطور الاستوائي في الطور الانفصالي الأول من الذي انفصل؟ انفصلت الكروموسومات المتماثلة ثم في الطور النهاي استكونت هذه الخلايا ولكن انكسمت إلى خليتين كل خلية بها نصف العدد من المجموعة الكروموسومية ولكن لنفهم لم تكن كروموسومات شقيقة تتواجد في هذه الخلايا المتواجد هي كروموسومات متضاعفة لذلك بدأت هذه الخلية تدخل في الانقسام الثاني وذكرنا أن الطور البيني عندما يكون هناك طور البيني لا تحدث عملية تضاعف في الطور التمهيدي تبدأ تتكون هذه المريكزات وتكون خيوط المغزل ولكن ترتبط الآن مع الكروموسومات المتماثلة وتبدأ في الطور انفصالي بسحب الكروماتيدات الشقيقة وننتهي بأربع خلايا من هذه الخلايا أو الناتج النهاي من عملية الطور أو الانقسام المنصف هو أربع خلايا ولكن كل خلية بها نصف العدد من هذه الكروموسومات في نهاية الدرس لدينا مناقشة في سؤالنا الأول بماذا نسمي عملية انتقال الأجزاء بين أزواج الكروموسومات المتشابكة ظهرت معنا هذه السماء هذه الصفة في أولى الأطوار في الطور التمهيدي الأول تقابلت هذه الأزواج المتماثلة تقابلت هذه الأزواج المتشابهة في الطول في الصفات الوراثية في موقع السنترومير حدث بينها في منطقة اسمينها منطقة التصالب أو منطقة التشابك هو يتساءل عملية انتقال الأجزاء بين الكروموسومات المتشابكة انتقال هذه المادة الوراثية من الزوج المماثل في الأم إلى الأب ومن الزوج المماثل في الأب إلى الزوج الآخر المماثل إلى الأم نسمي هذه العملية بعملية العبور في السؤال الثاني ما هي الأجزاء المنفصلة بمرحلة الطور الانفصالي الأول نتساءل عن الانفصالي الأول اتفقنا سويا بأن الأجزاء المنفصلة هي الكروموسومات المتماثلة وفي الانفصال الثاني كانت الكروماتيدات الشقيقة هي التي انفصلت خلال مرحلة الطور الانفصالي الثاني بهذا السؤال نكون قد وصلنا إلى الانقسام أو انتهام من الانقسام المنصف وجاء لكم بالتوفيق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك